السلام عليكم عزيزي المشاهد أهلا بك في دقيقتين عافية الحلقة الثانية استنتج العلماء الباحثين في دراسة تمت في عام 2018 في جامعة لوند السويدية وقد نشرت في جرنال 36 diabetes and endocrinology أنه يمكن تصنيف السكر فعليا إلى خمس مجموعات مميزة وفقا لأربع متغيرات وهي واحد عمره المصابق للتشخيص اثنين مؤشر كتلة الجسم BMI وهو مقياس الدهون في الجسم على أساس الطول والوزن والعمر درجة إنتاج الإنسلين ودرجة مقاومة الإنسلين بناء على ذلك النوع الأول يسمى severe autoimmune diabetes أو السكري المناعي الوخيم يتميز بالعمر الصغير مؤشر كتلة الجسم منخفض أي أنه نحيف أو ضعيف يوجد أجسام مضادة تهاجم خلايا بيتا البنكرياسية وبذلك ضعف التحكم في التمثيل الغذائية وإنتاج الطاقة وضعف شديد في إنتاج الإنسلين العلاج هو حمية قليلة الكربوهيدراس وممارسة الرياضة وإبر الإنسلين النوع الثاني severe insulin deficient diabetes السكري شديد نقص الإنسلين يتميز به العمر صغير إلى متوسط مؤشر كتلة الجسم منخفض إنتاج الإنسلين قليل بسبب طفرة في تطور خلايا بيتا البنكرياسية عند المريض بسبب وراثي عدم موجود أجسام مضادة والعلاج حمية وممارسة الرياضة وإبر الإنسلين النوع الثالث severe insulin resistant diabetes السكري الحاد المقاوم للإنسلين يتميز به العمر متوسط إلى كبير السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم توفر إنتاج الإنسلين لكن حساسية الإنسلين مرتفعة وعدم وجود أجسام مضادة العلاج هو حمية قليلة الكربوهيدراس وممارسة الرياضة أو استخدام حبوب تنظيم امتصاص السكر النوع الرابع mild obesity related diabetes أو السكر الخفيف المرتبط بالسمنة يتميز بيئة العمر متوسط إلى كبير السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم يتميز المريض بضعف إنتاج الإنسلين بسبب تلف خلايا البنكرياس ولكن لا يوجد حساسية الإنسلين النوع الخامس هو mild age related diabetes السكري الخفيف المرتبط بالعمر يصاب به المرضى الأكبر سنًا مؤشر كتلة الجسم متوسط إلى مرتفع ضعف إنتاج الإنسلين ولا يوجد مقاومة للإنسلين وعلاج الرابع والخامس هو حمية وممارسة الرياضة واستخدام حبوب تنظيم امتصاص السكر وقت تسل إلى الإنسلين بالنظرة العامة لهذا التصنيف الجديد يعطيك صورة مبسطة عن نوع العلاج الموصوف لك وأهم علاج هو الحمية والرياضة وأشرحها بفيديوهات أخرى عزيزي المشاهد إذا حبيت سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمنا بلايك واكتب لي ما تريد أن نشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى